اهلا بكم ومرحبا في قناتكم في قناة رائزة تشانل في فيديو جديد عن مسلسل انت اوتروك بابي قبل ان نبدأ اضع لائك الفيديو وسبسكراب لي التشانل سواء الفيديو دا كثير فعالوا جهاز اشارات اشتركوا كل الفيديو جديد بنا زائر للقناة اما افعل انستجرام تنسوش تعويني سبسكراب لقناة التانية هساب لكم لينك في ديبسكيبشن بوكس ويلا بنا نبدأ الفيديو دا في الفيديو دا اكلمكم عن مسلسل انت اوتروك بابي واخبار حزينة جدا عن مسلسل انت اوتروك بابي في البداية حاب اعبر عن استياء الشديد عن مسلسل انت اوتروك بابي الحلقة 33 وعن الاعلان الاول الحلقة اللي 34 وقدي الحلقة كانت عادية جدا معجبتنيش مليت جدا من فقدان الزاكرة بتاع سركان مليت من الحلقة ما فهمتش النهاية توقعت يحصل شيء بعد الكبلة الزاكرة ترجع مثلا او يقولوا لبعض شيء لكن انتهت الحلقة بعلامات استفان كتير بعد الكبلة ايه دا هتقول السركان هل هتصفعه مثلا هل هتقوله انت افتكرت السركان ليه اصلا قبلها سلين كانت امام المطعم زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده طب هتعمل ايه فين دينيز مشاهد ايه وسركان طول الحلقة وكان ما فيش مشاهد يعني تقريبا مشاهدهم اللي كانت في الاعلانات كانت اكتر من المشاهد اللي كانت في الحلقة يعني مشاهد ايفار واغدان كانوا اكتر وقلت الاعلان لما ينزل اكيد هنفهم منه ايه دا وسركان هيرجعوا لبعض ولا لأ لكن برضو ما فهمتش الاعلان ده والاعلان ما اعطناش اي معلومات عن ان هما رجعوا لبعض ولا لأ يعني بجد مستقى جدا ومحزينة عن اللي بيحصل في المسلسل ده المهمة بعد عرض الحلقة بننتظر تاني يوم عشان نعرف نسبة المشاهدة وانا قلت بعد الحلقة دي اكتر نسبة المشاهدة هتكون من خفضة جدا وفعلا ده اللي حصل الحلقه 33 حصلت عن نسبة مشاهدة 3 علامة واحد وستين وفارق عن الحلقه 32 بنسبة مشاهدة سفر علامة 17 ممكن يكون مش انخفوات كتير لكن احنا وصلنا لنسبة مشاهدة 3 ودي نسبة مشاهدة سيئة جدا وكده قناة فوكس ممكن توقف المسلسل لان دي كده اقل نسبة مسلسل على قناة فوكس طول الأسبوع وفي نسبة مشاهدة الاعلانات اللي هي الابي حصلنا على 3 علامة 55 وانخفضت عن الاسبوع اللي فاد بفارق 0 علامة 73 والانخفض ده هيكون دد المسلسل لان الاعلانات هي اللي بتكمل عرض المسلسل اللي هي بتدخل الدخل والاموال لقناة فوكس فالانا جدا وعندي ده خوف ان القناة توقف المسلسل لان قناة فوكس بتهتمى بالاعلانات اكترى وتهتمى بالمسلسل ولما الفئل بتاعت الاعلانات تقل يبقى اللي فاضل وايضا الصحف الرجل الذي يهمس اليوم قال قناة فوكس سوف تنهي الموسم الاول من مسلسل تأترك بابي خلال 70 او 3 بالكتير وتعود بموسم جديد لاحقا او بسبب نسبة المشاهدة سوف تنهي المسلسل بشكل تام لنقبل هذا الشيء حتى فوكس لا تستطيع ان تجعل ان تأترك بابي يعيش مع نسبة المشاهدة هذه ولهي نسبة مشاهدة 3 علامة 61 يعني الصحف موثوق منه اللي هو الرجل الذي يهمس قال ان قناة فوكس ممكن او تنهي المسلسل كموسم اول خلال 70 او 3 يعني ممكن على اخر شهر 3 يكون الموسم الاول من ان تأترك بابي انتهى ويعودوا بموسم جديد في شهر يونيو او ان المسلسل ينتهي تماما حزينة جدا ان المسلسل ممكن ينتهي الفترة دي وينتهي بنهاية بشعة لان هم يعتبروا لسه يضعوا يحبوا بعض من جديد ايه الكصف كده اما في نسبة مشاهدة الانترنت حصل مسلسل تأترك بابي على المركز الاول كالعادة بالنسبة لمسلسلات وبرامج يوم السبت وحصل على مليون 669 618 صوت وفي المركز التاني كان جاب الجنول حصل على 29 918 صوت فرق كبير جدا 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 ما بين انت اترك بابي وجاب الجنول كمركز اول ومركز تاني مع ان مسلسل جاب الجنول كنسبة مشاهدة تلفزيون نسبته مرتفعة جدا تقريبا وصله لتسعة او عشرة فانا مش فهم الفارق الكبير اللي موجود ما بين نسبة مشاهدة الانترنت ونسبة مشاهدة التلفزيون ازاي نسبة مشاهدة الانترنت تكون مليون وي ونسبة مشاهدة التلفزيون تكون ثلاثة علامة 61 ازاي ده حاصل انا مش عارفة ومش فهمة وفي ايه كده اتوقع ان الكنات فكسة ممكن توقف انت اترك بابي وتعرض مكانه مسلسل المحارب تمانا الحال الجاية تكون قوية جدا وتجيب نسبة مشاهدة قوية ومرتفعة والذاكرة ترجع بقى عشان القناة تكامل عرضة مسلسل تأترك بابي وما توقفوش وتجيب مكانه مسلسل المحارب وبس كده ده الفيديو انتظروا كمان شوية هنزل تحلق حداثة العيان الاول اكتبوا رأيكم في الكومنتات لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم بس كي يكون الفيديو خدس متفتوشل لايك والشير وسبسكرايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باي باي